فده احنا عملنا اتفاقية مع وكالة الفضاء المصرية لإنشاء قمر صناعي تعليمي ده الاتفاقية اللي احنا عملنا بسرعة جداً كده لو اتكلمت على مركز الفضاء اللي عندنا ده اتعامل سنة 2008 اتعامل فيه كلية العلوم جامعة حلوان المركز طبعاً تعرف عكي الفضاء ده كله هو ايه؟ بتنبأ بتنبأ بكل ما يحبه في الفضاء طب التنبؤات اللي عندي في الفضاء ده ايه؟ سواء بقى انفجارات كهرماء نصية ايه اي حاجة في الشمس موجودة عندي شدة قطع الشمس الرياح الانطار البتاع ده الضغط اللي انا بتعرض لي الرطوبة اللي موجودة كل دي حاجات موجودة فمركز طقس الفضاء اللي عندنا هو معمول للتنبؤات دي كلها وبرضه من مهام المركز انه هو ينشر البحث العلمي للفضاء لعلوم الفضاء كلها وعندنا فيه في قلب كلية العلوم فيه قسم معمول اللي هو قسم علوم الفضاء اللي هو الطرب يدخله عشان يدرس فيه علوم الفضاء المركز ده انشأناه سنة 2008 وكان اتعمل مؤتمر كان كويس جدا سنة 2010 في المركز ده ساهمت فيه وكالة الفضاء بتاعت ناسا الامريكية وجاسكه اليابانية وساهم فيه فرنسا لحد علمي والمانيا وبعض الدول الاوروبية وكمان بعض الدول العربية وكان مؤتمر كويس جدا والمؤتمر ده منتجه كان ايه نهائي؟ هو كان معمول مؤتمر على نشر الوعي والثقافة لعلوم الطقس والفضاء واشادت وكالة ناسا بفعلا بالمركز اللي هو موجود في كلية العلم جامعة حلوان اشادت به على صدر صفحاتها الرئيسية بهذا المركز اللي موجود عندنا انتهينا الى ايه في هذا المركز؟ انتهينا الى المركز وطبع المركز ده شغال لانه مركز تعليمي في الاول الطالب بيدخله بيتعرف على الحاجات اللي موجودة فيه وازاي بتنبأ بالظواهر الطبيعية اللي هتحصل والحاجات دي كلها انما الجديد اللي عندنا الاتفاقية اللي احنا عملناها مع وكالة الفضاء المصري برضه انا اقول لحيك على حاجة ليه الفترة الحالية دي لجأنا للأكمار الصناعية؟ تعرف حيك بعد صورة 2010 كانت الحدود بتاعتنا كلها سواء من ناحية انت عارف احنا برضه منطقة ملتهبة هنا مصر دي بلد تعتبر في منطقة ملتهبة اسرائيل جنب مننا السودان من ناحية التانية لبيع من ناحية التالتة فمنطقة ملتهبة لا اسباب امنية طبعا طبعا وده بصراحة من الحاجات اللي عمل الرئيس السيسي انه هو كان لازم يعرف الحدود اللي حصل حوالي منها ايه فابتدنا فعلا والوكالة دي بالمناسبة هي اعتقد ان هي طبعا رئيس الجمهورية بباشرة طبعا فكال لابد من ان انا ادي فرصة لأكمار الصناعية ان هي تشوف الحدود اللي برا الناس اللي بتتسلل اللي بتضرب كل يوم في مكانه وبتمشي وهذا بالحاجة ازاي ده هدف ده حاجة من ضمن هدف الأكمار الصناعية لا في حاجات تانية طيب انا بس قبل النقطة دي انا اسفا عايزة استفيد من وجود حضرتك قمر صناعي تعليمي يعني ايه اه هو بعمل قمر صناعي قدام الطالب كده يتعرف عليه هو موجود على الارض مكوناته بيتكون ازاي يعني مش معدل الاطلاق لا لا خالص مش معدل الاطلاق خالص وده على فكرة سؤال كواس جدا انه فعلا مش معدل الاطلاق لكن انا بعرف بشغاله بالمناسبة بشغاله على الارض ببس منه الحاجات اللي انا عايزها سواء لحاجات تعليمية عايزة اشوف حاجة معينة عايزة اشوف مكان معين عايزة اصور حاجة معينة عايزة اصور الحتة الحاجات دي كلها ازاي بشغاله على الارض هو مش المفروض قلية التشغيل بتاعته بتبقى من نقطة ما في الفضاء فيقدر يقوم بالرصد بالمهم بتاعته لا بنقدر برضو نعمله من خلال ريسيفرز وحاجات زي كده استقبال من قمر صناعي اخر اه بالزبت كده نقدر نخليه صور وإيه ونقدر نتعامل معه طب احنا عاملين وليه عشان الطلب اللي عندنا يتعلمه ايه هو الامر الصناعي احنا عايزين ننشئ ثقافة الطقس وعلوم الفضاء والاقمار الصناعية للاجال اللي جاء دي كلها في الفترة اللي جاء دي ان شاء الله بإذن الله